اهلا بيكم في فيلم جديد بيبدأ الفيلم بتاعنا بعيلة الطووس وبنعرف انه هما حكموا مدينة جولمان لفترة طويلة جدا وانه هما بسبب اختراعهم للالعاب النارية ازدهرت المدينة جدا وبقت من اغنى المدن في الصين بيظهر بعدها اللورد شين اللي كان بيفكر انه هو يحول الالعاب النارية لأسلحة وده علشان يقدر انه هو يحكم الصين كلها بييلة والده ووالدته طبعا لانه هما بيكونوا شايفين انه هو هيبقى شخص شرير وده اللي ممكن يحصل في المستقبل ووقتها بيروحوا لساحرة علشان تقولهم مصير ابنهم هيكون ايه بتقولهم العرافة ان شين هيكون شخص شرير جدا في المستقبل وان هزمته هتكون على ايد حيوان ابيض وسود اللون بيعرف شين اللي قالته العرافة وبيتداي جدا وساعتها بياخد كل الجنود اللي معاه وبيهجم على قرية البندة وبيقتل كل الحيوانات اللي فيها بيتدايق ابوه وامو من اللي عملوا شين وبيقرروا انه هما يتردوا برا مدينة جلمان ولكنه بيتعصب اكتر وبيقولهم انه هو اكيد هيرجع للمدينة في يوم من الايام وهيقتلهم كلهم علشان يحكموا الصين كلها بننتهل بعد كده بالاحداث للوقت الحاضر وبيظهر مصنع في مكان مخيف جدا وبنشوف مجموعة زئاب وهي بتصنع كميات كبيرة من الاسلحة بيتكلم زعيم الزئاب ده معاشين وبيقوله انهم قربوا خلاص يخلصوا كمية الاسلحة اللي هو طلبها منهم ولكنهم لسه محتاجين لكمية من الحديد والمعادن التانية وهنا بيأمروا انه هما يروحوا للقرى القريبة من المصنع علشان يسرقوا المعادن والموارد اللي هما محتاجينها بيظهر بعد كده المحاربين الخامسة واللي بيكون معاهم بو وبعد ما بيخلصوا اكلهم بيروح بقول المعلم شيفو اللي بيكون قاعد في كهف منعزل عن الاصر بنشوف شيفو وهو بيطير نقطة مية في الهوى وبينزلها بكل هدوء على نبتة كانت جنبه وساعتها بيقول لبو ان اللي اخترع الاسلوب ده هو المعلم او جوي وان اسمه اسلوب السلام الداخلي بيكمل شيفو كلامه وبيقوله ان هما لازم يتدربوا على اسلوب السلام الداخلي ده وبالذات بو وده لانه هو التنين المقاتل وعلشان كده لازم ينسى كل الصراعات اللي جواه علشان يقدر انه هو يتعلم الاسلوب الجديد بتوصل تايجرز للمكان وبتقطحهم وبتقول لهم ان في مجموعة من الزئاب هجموا على قرية جنبهم وساعتها بيجري بو ومعايا باقي المحاربين الخامسة علشان يخلصوا على الزئاب بيظهر الزئاب في القرية وبيسرقوا كل حاجة فعلا مصنوعة من المعادن زي ما زعيمهم طلب منهم بالزبط وطبعا ده علشان يصنعوا بها الاسلحة ولان اهل القرية كانوا حيوانات ضعيفة فما بيكونوش قادرين ان هما يدفعوا عن نفسهم بيكون الزئاب على وشك ان هما يسرقوا كل المعادن فعلا ويمشوا ولكن فجأة بيوصل المحاربين الخامسة بتوعنا وبيهاجموهم بنشوف بقوء اللي بقى قوي جدا في الكونج فو وبيقدر ان هو يخلص على اكتر من زئب في وقت واحد اما بقى المحاربين فكل واحد فيهم بيستخدم القوة الخاصة به وبيقدر ان هو يخلص على كل الزئاب اللي موجودة حواليه وبعد معركة عنيفة جدا بيقدر المحاربين الخامسة ان هما يخلصوا على كل الزئاب معادة الزعيم بتاعهم بيحاول الزعيم ان هو يهاجم بو ولكن قبل ما بيدربه بيشوف بو الختم اللي على ايده وساعتها بيفتكر والدته لما كان طفل صغير وبيستغل الزئب الفرصة دي وبيقدر ان هو يضربه وبياخد كل المعادن وبيهرب بها بتسأله تايجرز عن اللي حصل ولكن بو بيقولهم ان هو لازم يروح يقابل والده وفعلا بيروح بقول والده في المطعم بتاعه وبيحكيله عن كل اللي حصل وساعتها بيسألوا بو عن الطريقة اللي هو تولد بها بيقوله ابو ان الوز بيجي من البيض وبيقطعوا بو بيقوله ان هو دب باندة وان الباندة ما بيجيش من البيض وهنا بيطلع له ابو سندوق صغير وبيقوله ان هو في يوم من الايام خرج من المطعم علشان يجيب الخضار اللي هو محتاجه ولكنه في الطريق لقى سندوق وفيه حاجة كده بتتحرك وان هو لما فتح السندوق ده لقى بو جواه فاخده واهتم بيه ورباه ولما محدش من اهله سأله عليه قرر ان هو يتبناه ويعتبره ابنه بيستغرب بو جدا من اللي قاله ابو ده وبيكون عاوز يعرف هو السبب اللي خلى اهله يسيبوه الفترة دي كلها ويتخلوا عنه وان ابو الوزة هو اللي رباه الفترة دي كلها بنرجع بعد كده لمدينة جلمان وبنشوف حراس المدينة وهم عادين بيتدربوا على الكونج فو ولكن فجأة بيوصل اللورد شين وبيطلب منهم ان هما يطلعوا برا الاص وكمان بيتريع على العرافة لان ما فيش اي حيوان ابيض واسود قدر ان هو يوقفه زي ما هي تنبأة زمان وبيرفض الحراس ان هما يسيبوا المدينة وبيقولولوا ان هما مسؤولين عن حماية المدينة بعد موت الملك والملكة بيتريع اللورد شين على كلامهم وبيقول لهم ان هو ما حدل لهم مفاجأة ولكنهم بيهجموه بيكون اللورد شين قوي جدا في الكونج فو وبيقدر ان هو يحمي نفسه منهم وكمان بيفتح السندوق وبيخرج منه مدفع عملاق جدا وبيضرب القنبلة في واحد من الحراس بنروح بعدها للمعلم شيفو اللي بيقرى للمحاربين الخامسة رسالة كده وبيقول لهم ان معلم مدينة جلمان اتقتل وكمان بيعرفهم ان شين اخترع سلاح قوي جدا وان هما لازم يدمروه قبل ما شين يقدر ان هو يستخدمه علشان يحكم كل مدن الصين وكمان بيأمرهم ان هما يوصلوا لمدينة جلمان ويضمروا السلاح بيتكلم به وبيسأله اذا كانوا هيقدروا ان هما يضمروا السلاح ده باستخدام الكونج فو ولكن بيقاطعوا شيفو وبيقول له ان هو يقدر يعمل اي حاجة لو قدر ان هو يتقن اسلوب السلام الداخلي بيخرج به مع المحاربين الخامسة وبيركبوا مركب علشان يقدروا ان هما يوصلوا لمدينة جلمان وفي الطريق بنشوف به هو قاعد بيتدرب على اسلوب السلام الداخلي ولكنه ما بيكونش قادر يوصلوا ولما بيسألوا باقي المحاربين عن السبب بيقول لهم ان هو متداي لانه اكتشف انه ما يبقاش ابن لويزابينج فبنروح تاني للمدينة جلمان وبنشوف شين وهو بيشيل كرسي الملك وبيحط مكانه المدفع اللي هو اخترعه وبيؤمر الساحرة انها تشوف له المستقبل فبتقول له ان هو لو فضل في نفس الطريق هيهزمه مقاتل ابيض وسود وساعتها بيتريع عليها مرة تانية لانه قتل كل البندة اللي موجودة في المدينة بيقطعوا واحد من الزئاب وبيقول له ان هو شاف دب ببندة فعلا في القرية وقت ما كانوا بيسرعوا منها المعادن ولكن شين بيتعصب جدا عليه وبيطلب منه ان هما يهبضوا على البندة باي طريقة ويخلصوا عليه بيوصل به مع المقاتلين الخامسة للمدينة وبيتنكروا في شكل تانانين علشان محدش من الزئاب يعرفهم وفي الطريق بيشوفوا زئب بيقول لستة كبيرة انها لو موفردش الاكل ليه هيكلها هي فبيقرب منه بو وبيسحبوا لجوة زي التنكري بتاعه وبيضربوا وبيخرجوا تاني بيتكلم بو مع الستة الكبيرة وبيعرفها ان هما جايين عشان ينقذوا المدينة من شين وعصابته وهنا بتقول لهم على المكان اللي مسجون فيه المعلم اوكس وكمان كروك اللي كانوا مسئولين عن حماية المدينة بيحاول بو وباقي المحاربين ان هما يوصلوا للسجن ولكن في الطريق بيقابلوا الزئاب اللي بيشكوا فيهم وبيهجموا عليهم ولكن بو وباقي المحاربين بيقدروا ان هما يضربوهم وهم جوة الزي التنكري بيقدروا بعدها يوصلوا للحراس وبيقدر منتوس ان هو يقتل للحراس وساعتها بيقدر بو مع باقي المحاربين ان هما يوصلوا للسجن وبعد كده بيروح بو للزنزانة اللي فيها كروك وهوكس وبيكسر الباب وبيطلب منهم ان هما يساعدوهم علشان يقدروا ان هما يهزموا شين ولكنهم بيرفضوا لان هما بيكونوا خايفين ان شين يقتلهم زي ما قتل المعلم بتاحهم وان هما استحالة يقدروا يدمروا شين باستخدام الكونج فو فجأة بيدخل عليهم ثلاثة من الزئاب ولكن بيهرب الزعيم بتاحهم بسرعة لما بيشوف البندبو وبيركب عربية وبيهرب من المكان بسرعة بيركب بعد كده بو عربية تانية وبيروح وراء ولكن زعيم الزئاب بيفضل يرمي عليه غزالة ومجموعة كده من الارانب الصغيرة وده علشان يقدر ان هو يعطله وفعلا بيطير به في الهوى وبيحاول ان هو ينقذ الارانب قبل ما تموت وفعلا بينقذهم ولكن بتتدمر العربية بتاعته وما بيقدرش ان هو يوصل لزعيم الزئاب لكن فجأة بتوصل تايجرز وبتدفعه دفع قوية جدا بيقدر ان هو يوصل بيها لزعيم الزئاب وبيفضلوا يضربوا في بعض وهم ركبين على العربية وبعدها بيطيروا هما الاتنين في الهوى وبيستغل بوء الفرصة دي وبيقدر ان هو يخلص على زعيم الزئاب ولكنه بيكتشف ان هما وقعوا في قصر اللورد شين ذات نفسه وبيتجمع حواليهم كمية كبيرة جدا من الزئاب وبيبودوا على بوء والمحاربين الخامسة بيودهم الحراس بعد كده لمكان اللورد شين وبيطلب من الحراس ان هما يخلصوا عليهم بالسلاح بتاعه ولكنهم قبل ما بيدربوا النار بيقدر منتوس ان هو يطفي الفتيل وده لان بوء خدحهم ومنتوس اللي ابضوا عليه كان مجرد لعبة مش منتوس الحقيقي ولا حاجة وبتقدر فايبر انها تستغل دلها وبتقدر انها تحرر تايجرز وباقي المحاربين وبترفع تايجرز السلاح في الهوى وبيرمي منتوس لتحت فبيقع للدور الاخير وبيقدروا ان هما يدمروه بيجربوا بعد كده ورا اللورد شين علشان يهجم عليه ولكنه فجأة بيشوف الختمة اللي على ديله فبيفتكر والدته لما كان لسه صغير بيستغل شين طبعا الفرصة دي وبيقدر ان هو يهرب من القصر وبيوصل للمصنع بتاعه اللي بيكون فيه عدد كبير جدا من الاسلحة اللي بيوجهها ناحية القصر علشان يدمر القصر باللي فيه اللي هما المحاربين بتوعنا اللي موجودين جواه وبيحاول بوء وباقي المحاربين ان هما يتفادوا القنابل وبيحاولوا كمان ان هما يهربوا من القصر ولكن بتهاجمهم الزئاب بالسهام المشتعلة فما بيقدروش ان هما يهربوا من القصر بسرعة وبتمسك تايجرز في ايد بو وباقي المحاربين وبيستغلوا ان القصر بيقرب من الارض وكان خلاص على وشك الانهيار ولكنهم بيقدروا ان هما يهربوا في آخر اللحظة وبتعصى باللورد شين لما بيعرف ان هما قدروا يخرجوا كده بكل بساطة ومن غير حتى ما يحصل لهم اي حاجة وبيطلب من الزئاب ان هما يحطوا المدافع على السفن لانه قرر خلاص ان هما يحربوا كل مدن الصين بيرجع بو مع المحاربين للسجن مرة تانية وبتكون تايجرز متضايقة من بو وبتقوله ان شين كان قدامه ولكنهم قتلوش وهنا بيقولها ان شين كان موجود في آخر مرة شاف فيها والدته وانه هو اكيد عارف ايه اللي حصل لقيلته وبتحضنه تايجرز وبتطلب منه ان هو يفضل في السجن وانها هتروح مع المحاربين الخمسة يخلصوا على شين وعصابته وطبعا لما بيرفض بتمنعوا تايجرز وبتمشي مع باقي المحاربين وبيسيبوه بيوصلوا بعد كده للمصنع وهناك بيفكروا ان هما يولعوا في براميل البرود علشان يقدروا ان هما يدمروا المصنع بيوصل وراهم بو للمصنع وبيقدر ان هو يخدع الحراس ويدخل جواه ولكن فجأة بيقابلوا اللورد شين وبيقطع السلسلة فبيتعلق بو في الوعاء الناري اما في نفس الوقت ده بيكون المحاربين ولعوا البراميل ولكنهم بيشوفوا بو فبيحاولوا ان هما يطفوا النار بسرعة لان لو المصنع اتدمر بو هيموت وبيضربوا فعلا ان هو يوصل للجسر مرة تانية وبيحارب شين وبيسألوا عن اللي حصل لولدته وبيقولوا شين ان اهله اتخلوا عنه وبيستدرجوا علشان ياخدوا للمكان اللي فيه السلاح بيولع شين الفتيل ولكن بيضربوا ان هو يستخدم الوعاء الحديدي علشان يحمي نفسه ولكن القذيفة بتكون قوية وبترميه في النهر بترميه المياه اللي بعيد جدا وهناك بتنقذوا العرافة وبتحكيلوا عن اللي عملوا شين في قرية البندة وان والده فضل يدافع عنهم من هجوم الزئاب وطلب من ام بو انها تهرب بيه وتنقذوا ولكنها لما ما قدرتش انها تهرب بيه حطته في سندول خضار وخدعة الزئاب علشان ما يقدروش ان هما يقتلوا بو وطبعا مع كل المعلومات دي بيحزن بو جدا على عائلته ولكن السحرة بتقوله ان هو لازم يفكر في المستقبل لان هو اللي في اديه وما يخليش الماضي يأثر عليه وبتفضل تشجعه وفعلا بيضربه ان هو يتخلص من طاقة الانتقام اللي جواه وبيوصل للسلام الداخلي اللي علمه له المعلم شيفه وبيقول للسحرة ان هو لازم يستعد علشان يروح ينقذ المحاربين الخمسة اصدقاؤه وبيكون تايجرز وباقي المحاربين فعلا مقبود عليهم وبيقرر شين ان هو يخلص عليهم قدام الناس كلهم يعني علشان يكونوا عبرة والناس تفقد الثقة في مهارات الكونج فو ولكن فجأة بيظهر بو على سطح واحد من البيوت وبيهجم بو على الزئاب بكل قوة وبيقدر ان هو يحرر المحاربين الخمسة اصدقاؤه وبينضم ليهم المعلم اوكس وكروك وبيوصل شيفه اللي بيهاجم الزئاب معاهم وبيأمرهم ان هما يمنعوا السفن انها تتحرك بالمدافع اللي عملها شين بيقدر شين ان هو يدمر الحاجز اللي عمل المحاربين وبتقدر السفن انها تخرج للنهر علشان تدمر كل مدن الصين بيطلب منهم بعد كده ان هما يوجهوا الاسلحة نحي بو علشان يقتلوه ولكن بو بيستخدم طاقة السلامة الداخلية الجديدة بتاعته دي بقى وبيقدر ان هو يتحكم في القنبلة وبيوجهها نحية السفن وبيقدر كمان ان هو يتحكم في باقي القنابل وبيدمر معظم الاسطول وبيتعصب شين جدا وبيهاجم بو علشان يخلص عليه ولكن بو بيقدر ان هو يتفادى ضرباته وبينصحه ان هو يتخلص من الشر اللي جواه ولكن بيرفض شين كلام بوه وبيفضل ان هو يهاجمه لحد ما بتتدمر السفينة وبتقع عليه وبيموت شين وكل الزئاب اللي معاه بيهربوه بعد كده في آخر لحظة من السفينة وبتساعده تايجرز ان هما يخرجوا من المية وبيفرح كل الموجودين لان بوه قدر ان هو يتقن اسلوب السلام الداخلي ويخلص على شين ويعصبته وبتظهر في النهاية كده قرية صغيرة بيعيش فيها حيوانات البندة وبيقول واحد منهم ان هو اكتشف ان ابنه لسه عايش وما ماتش زي ما هو كان معتقد ولحد هنا بيخلص الفيلم بتاعنا لو عجبتك الحلقة ما تنساش بقى اللايك والشير وما تنساش كمان تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة اتفع على زرار الجرس علشان يوصلك من هنا كل جديد اشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام